مجلس النواب مجلس النواب مجلس النواب والفنية المتعلقة بالخصخصة وببرامج التخصيص التي تتبعها الحكومة استناداً لها كما واستعرض المجلس رد سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة حول عدد من كل من القسائم الصناعية والتجارية والخدمية المسجلة باسم الوزارة وحول تأثير قرار تعرفة الكهرباء والماء على عدد السجلات التجارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة سواء بإنشائها أو إلغائها كما ناقش المجلس تقارير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعفاء أسر شهداء الواجب من دفع تعرفة استخدام خدمتي الكهرباء والماء لحساب سكني واحد وضحنا أن نحن نبغي الحكومة تأخذ دورها في هذا الموضوع وتدعم الصنوق بدون ما يتمس المتقاعدين بدون ما يتمس امتيازاتهم من غير ما تغير الأشياء اللي هم عليها قاعد يمشي لهم التقاعد حاليا حصلنا طبعا تطمينات كبيرة وحصلنا من عندهم أنهم تأوتهم تعيين مجلس إدارة الجديد في نوفمبر الماضي وأنهم أول شغلة أسندت لهم اللي هو أعداد دراسة اكتوارية جديدة حق المتغيرات اللي صارت وعلى ظهر راح يتم مناقشتها معانا في مجلس النواب بحضور القانون الجديد أيضا هدف من الأهداف اللي أنا بغيت يعني أخلي ألفة نظر الوزارة لها أن تخلون كل هالأمور موجودة اللي هي السياسات الضوابط الترتيبات الإدارية الفنية والبرامج اللي أنتوا عندكم اللي تابعون تخصصون مثلا كهرباء ولا بتخصصون نظافة ولا بتخصصون أي مرفع هذا يفيد أنه أنا أجذب الاستثمار أنا بالذات الاستثمار الأجنبي ما يحبيه على ظلامية لا يريد أن يشوف كل شيء واضح وضوع الشمس لذلك الشفافية مطلوبة والإعلان عن هذا الضوابط وايد مفيدة نستفيد من أننا كمواطنين إذا كانت سعر الكهرباء هي بترفع السلع فأنت متأثر كمواطن وباللجنة التحقيق هذه لما يحول لها السؤال يعني عبارة تكون تخذ إجراء وترفع للمجلس بأن هذه الرسوم أو هذه السلع ارتفعت بسبب الكهرباء فيمكن يكون فيه استجواب ويمكن يكون فيه اقتراح بقانون لتنزيل سعر الكهرباء لأنه قاعد تأثر مباشرة على شريح من المواطنين تضمن جدوى الأعمال الجالسة اليوم اقتراح برغبة في شأن إعفاء أسر شهداء الواجب من تعرفة الكهرباء والماء يأتي هذا المقترح إيمانا من المجلس في التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية فمن خلال هذا المقترح سوف يوفر الخدمة المجانية إلى أسر شهداء الواجب من المؤكد اليوم أسر شهداء الواجب يحظون الدعم والرعاية من جلالة الملك في إنشاء لسيمة في إنشاء الصندوق الملكي الخاص لأسر شهداء الواجب وكذلك بتعين يوم السابع عشر من ديسمبر ذكرى لشهداء الواجب